الآن نعود إلى اتفاق آخر هنا من السياق الغربي بعض العلماء ولماء الرياضة حاول أن يبحث عن صلة معينة وبعدين طبعاً هو ابتدع بارامتر معين سوف ترونه صلة تربط بين القادة العظام في الحرب العالمية الثانية ستالين من الاتحاد السوفيتي موسليني من إيطاليا هتلر من ألمانيا تشيرشل من المملكة المتحدة رزفل تبع أمريكيا تويو رئيس وزراء اليابان هؤلاء قال طيب هيا نأخذ مثلاً سنة ميلاد كل واحد ونجمعها إلى سنة توليء السلطة ونجمع إلى ذلك عدد السنوات التي بقي في السلطة ونجمع أخيراً سنه عند وفاته وبدأ بهتلر ألفانمية تسعة وثمانين ألف سعمية ثلاثة ثلاثين إحدى عشر سنة في السلطة ومات عن خمس وخمسين سنة تلت تلاف ثانمية وثمانية وثمانين احسبوها وفعله هذا مع تشيرشيل سنة ميلاد مختلفة سنة تولي سلطة مختلفة عدد سنوات مختلف سنه عند أي الوفاء مختلف والمجموع ثلت تلاف ثانمية وثمانين موسيلي المجموع ثلت تلاف ثانمية وثمانين الرزفل 3288 ستالين 3288 تويو 3288 فسروا هذا مدهش جدا ومحير ربما هذا اجتهاد مني ربما الذي أوحى لهذا العالم من علماء الرياضيات أن يبحث في هذه المسألة يعني إيش العقات الغريبة هذه في هذه المسألة أيها الإخوة ما يحكى ما شو يحكى ما كتبه تشرشل نفسه في كتابه أزمات العالم مكتوب هذا يمكن أن تقرؤوه عن ذكرياتي في حرب البوير البوير هم طبعا ايه بتعرفوا جنوب أفريق لك من أصول هولندية البيض وهؤلاء استعمرتهم ايه المملكة المتحدة بريطانيا استعمرتهم 1206 تقريبا المهم في 1299 قامت حرب البوير بين مملكتين البوير وبين بريطانيا واستمرت 1901 أو 1902 كانت شرشل مراسلا لإحدى الصحف مراسلا عسكريا وقع في أسر البوير أخذوه مع جماعة اتفق مع جماعة أيها الإخوة على أن يفروا في اللحظة المناسبة كعوا جميعا ونكسوا وواصل هو وألقى بنفسه من فوق السور ومن السياج أيها الإخوة وغامر كان يمكن أن يقتل في أي لحظة وأمامه الحدود البريطانية أكثر من 300 مايل حوالي 550 كم تقريبا ولا يعرف أين يتجه هو ما عنده أي أمكانية ولا بوصلة ولا أي شيء فمشى على غير هدى وفي الحقيقة هناك هداية هناك هداية إلهية تهدي لأن لله فيه أمرا وشأنا هذا أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا الله غالب على أمره مشى على غير هدى راكب تعاسيف أيها الإخوة يخبط في عمياء كما يقال ويركب متنع شواء إلى أن رأى ضوءا فقال قد يكون ضوءا من أضواء البوير وقد يكون لكبانية أو ثكنة إنجليزية لا أدري قال سأذهب بلدة كانت بلدة وليست طبعا ثكنة وبعدين ضرب أو قرع أول باب فخرج فلان فلاني الذي يعرفه ويحبه جدا المتعاطف الوحيد يقول في المنطقة كلها معي قال وأوصلني إلى بريطانيا نجوت بأعجوبة لكي يكون قائدا عظيما في الحربين العامتين أو العالميتين هتلر نفس الشيء كان يحمل البريد العسكري على الجبهات في الحرب العالمية الأولى وهي مهمة خطيرة جدا أنه يتنقل باستمرار فاحتمال الإصابة أكبر وفي إحدى المرات أيها الإخوة كان مع قائده وجماعته وكان نائما فرأى رؤيا فخرج منها مباشرة وكان في خندق خرج من خندقي مباشرة إيه العراء قالوا ماذا فعلت؟ ماذا تعرض نفسك؟ قال رؤيا رأيت رؤيا استجاب لرؤيتي هتلر وخرج فجاءت قذيفة قاتل الثلاثة وجرح الجنرال أو القائد جرحا بليغا جدا تكرت هذه الظاهرة مع هتلر عشرات المرات في حياته حتى صار يعرف بها القدر على النجام الموت ينجو من أي حدث ينجو ادخره الله تبارك وتعالى لكي يتواجه مع تشرشيل في الحرب العالمية الثانية أكبر خصمين تقريبا هذا نجأ وهذا نجأ هناك تخطيص معين أيها الإخوة لأن 328 تقول هناك معادلة حاكمة هناك معادلة ما الأمور لا تجري هكذا على عواهنها على عواهنها